أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالنتائج الإيجابية المميزة التي حققها فريق فيكتوريوس البحرين الدرجات الهوائية بالفوز بالمركز الأول في طواف سلوفينيا والمركز الأول في طواف سويسرا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن حصول الدراج في البهوس على المركز الأول في المرحلة الرابعة من طواف سلوفينيا والدراج جينوم مادر الحائزة على المركز الأول في طواف سويسرا تأتي امتدادا لسلسلة من النجاحات والإنجازات التي يحققها الفريق في المشاركات الخارجية والتي تساهم في الترويج لمملكتنا الغالية والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نحن على ثقة كبيرة بقدرات الفريق في مشاركاته الخارجية ومدى حرص الدراجين على تحقيق أفضل النتائج وما يدفعنا للمزيد من الدعم لتحقيق أهداف الفريق التي يأتي أبرزها الترويج للمملكة والحرص على إبراز المشاركات البحرينية في كافة المحافل الخارجية حيث ضرب الفريق أروع الأمثلة في تحقيق الإنجازات وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تتويج الدراج في البهوس في طواف سلوفينيا والدراج جينو مادر في طواف سويسرا مبعث للفخر والاعتزاز بما يحققه الفريق من نتائج مشرفة تعكس مدى تطور الفريق وقدراته الهائلة من إمكانيات الدراجين والخطة الطموحة التي يسير عليها الجهازان الفني والإداري وحرصهم على تطبيقها بأفضل صورة واستطاع الدراج في البهوس من الفوز بالمركز الأول في المرحلة الرابعة في طواف سلوفينيا على الرغم من المنافسة القوية التي شهدها سبا فيما تمكن الدراج جينو مادر من تحقيق المركز الأول في المرحلة الأخيرة من طواف سويسرا ترجمة نانسي قنقر